اللي بعد كده ليه علاقة بهذا الفريق فريق الكرة الطائرة سيدات حضركم فاكرين سهيلة وفيد صنع العاب الفريق اللي سفرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولعبت في دور الان سي دابل اي دور الجماعات في الكرة الطائرة ولعبت في أحد الجماعات هناك وأدت أداء رائع لدرجة أن هي حصلت على العديد من الجوائز هناك وكانت ضفتنا 3-4 مرات يمكن أسناء دراستها في أمريكا ولعبت مع ابتول مع النادي الأهلي ناسف لعبت مع منتخب مصر ابتول أفريقيا وجدت شاركة مع النادي الأهلي فترات لما رجعت من الجامعة في أجازة هنا فكاد بتشارك في فترات التوقف في أمريكا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي سهيلة خلصت دراستها هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ورجعت مصر ونجح النادي الأهلي الحمد لله لضعات نشاط الرياضي برئاسة أو بقيادة الكابتر خالد العوضي استطاع أنه يتعاقد مع سهيلة وفيه عشان تعود للفريق من مرة أخرى وأكيد إضافة قوية جدا في مركز صلة العلعاب وجودها طبعا في الفريق أكيد هيكون إضافة قوية لأنها آخر بطولة أفريقية مع المنتخب واخد أفضل صان ألعاب في القرى الأفريقية وجود سهيلة بخبراتها التي كتسبتها في دوري الجامعات أكيد هيحط النادي الأهلي في حتة تانية طبعا النادي أعلن أعلن عن هذا التعاقد زي ما شفت حضراتكم الصور على موقعه الرسمي وإحنا الحقيقة كنا عارفين الكلام ده يمكن شوية بدري ولكن طبعا الإعلان بيجي هنا في القناة بعدما النادي الأهلي بيعلن رسميا عشان النادي الأهلي بيكون أدرة بالتفاصيل العقد وتسجيله وهذه الأمور وأوضح كابت خارد العوضي أنه سهيلة من اللاعبات النادي وسافرت الدراسة في إحدى الجامعات وكان التفكير الأول بعد الانتهاء في دراستها وعودتها مرة أخرى إلى الفريق دي تصريحات كابتن خارد العوضي وأشار العوضي إلى أنها تمثل إضافة كبيرة مؤكدا جاهزياتها للمشاركة خلال فترة المقبلة تحت قيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني